وعشان تعمل حاجة حلوة زي كده سهلة وبسيطة بدون متقف كتير في المطبخ وبدون فرن حاجة حلوة مش هتكمل في ايدك دقيقتين هتطلع معك بالجمال ده كريمية تحس كده انك بتاكل كده قشطة مش بتاكل كريمة بمقونات اقتصادية وسهلة جدا يعني مش تبوصل المنظر دي ممكن بمانجيتين بس هتعمل الصينية دي سهلة وبسيطة تعال اقول لك انا عملتها ازاي وبدون فرن وسهلة جدا هتجيبي كوباية كريم شانتي هتحط عليها نص كوباية لبن حبة تحط النمية برحتك بس انا بحبها اللبن بيطعمها بيخليها طعمها حلو طريقة كريم شانتي دي ممكن تحشي بها اي حلويات مش شرط الوصفة دي كريم شانتي بالطريقة دي بيطعم كل الحلويات يعني سواء هتحشي بها كيك سواء هتحشي بها اي حاجة تزيني بها حاجة بالطعم الحاجة اللي انت تعمليها الاشطة بتفرق يا بنات في الكريم شانتيو بتديله مطة وقوام جميلة دي كتشوفوه اول ما هضرب بالمضرب هيطلع النتيجة تحفة ممتازة هنا انا ضربت بالمضرب اضربه حلو لغاية لما يديني النتيجة اللي انا عاوزها كوباية الكريم شانتي دي من السايب عادي هتروح اندقى اي محلة حلواني هتجيبي منه مش شرط الكياس الخام دي هنا او كريمة لباني براحتك برضو كريمة لباني بتديله طعم حالو فيه كريمة لباني بودر بس انا بحب بحط لها كريم شانتيو بحط لها اشطة وما كانش عندك اشطة جموسي هتقل اشطة اللي هي الكوباية العادية دي هنا دربتها افضل اضرب فيها لغاية ما تديني القوام اللي انا عاوزيه كده شايفين تمام شايفين المطة بتاعته حلوة جدا يلا بقى نقول هنعمل ايه بعد ما ضربناه بالقوام ده هتجيبي بسكوت السادة واللبن تجيبي كده كباية نص كباية لبن يعني شااخد مني كتير نص كباية لبن على البسكوت وتبليه كده وترسيه في الطوجن هخلص الطبقة دي وارجع له هنا بعد ما عملت البسكوت وحطت له اللبن في اي طوجن في اي سنية اتعمليه كده هتجيبي بقى الكريمة اللي احنا عملناها وتحطيها ايوه كده بصوا بعد ما حط الكريمة هزيانها الكريمة ده عشان تقعد في الثلاجة يا بنات تقعد فاطق يعني تقعد نص ساعة كده تمسك نفسها اكتر القشطة اللي احنا حطناها بتخليها ماسكة نفسها وبتوبة طعمة حلوة جدا جربوها بطريقة دي الكريمة شنطية بالكريمة بالقشطة بتوبة جميلة بيبقى احلى من الجهز بكتير هنا بعد ما خلصت كده تكوني مقطع المنجا مكعبات صغيرة اه ومشارت المنجا برضو اي نوح فاكها انت حبيه حطيه عندك خوخ براحتك عندك فراولة براحتك بس المنجا يا بنات بتودها في حتة خالص هنا حطت المنجا وبعد كده هحطها في الثلاجة وتطلع تقطعوها وتكلوها الفة هلفة هنا وشفها على قلوبكو لو وصلت لغاية هنا اعمليلي لايك واشتركوا في قناتي عشان توصل لكم كل فيديوهاتي والفة هنوشفها على قلوبكو مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة